اول حاجة هنعملها هي كفتة الرز تعالوا نقولي المقاديرة نصف كيلو لحم قليل الديه 250 جرام رز مطحون 100 جرام بقدونس و100 جرام شبت و100 جرام كزبرة خضرة معلقة فلفل اسود كبيرة وبصل بودر وتوم بودر وكزبرة نشفة معلقة كمون كبيرة نصف معلقة من جسط الطيب وزيت للتحمير هنحتاج لصلصة كفتة الرز خمس عصير طمطماط متصفين معلقة ملح كبيرة وكمون وكزبرة وفلفل اسود كنين فصل طم مهروس كنين ورقة لورة وكنين حبهان مكعب مرقة لحم وكنين معلقة صلصة بيوري كبيرة اول حاجة هنضيف اللحم ولازم اللحمة تبقى مفرومة علشان الكبه كده ضفنا اللحمة المفرومة بتاعتنا هنضيف الرز المطحون الرز بنجيبه نغسله كويس ونسيبه ينشف مفروق بنفرده كده في حاجة في سنية او في حاجة ونسيبه ينشف تماما وقت طويل يعني ممكن اربع خمس ساعات وبعد كده بنفرومه كويس مش في الكب تماما كده حطينا خلاص الرز بتاعنا هنضيف هنضربه الاول مع بعض كنا ضربناهم شوية هنضيف الخضره كلها بتاعتنا الشبط الكوزبرة والبقدون وكل البهورات بتاعتنا بقى الفلفل اسود معلقة كبيرة كوستطيب نص معلقة كمون كوزبرة النشفة والتوم البودرة والبصل البودرة واخر حاجة الملح هنضرب كل ده مع بعض كويس كده خلاص الكفتة بتاعتنا بقت جاهسة وهنعلي الزيت على الطاصة اللي هنحمر فيها الكفتة بتاعتنا هنعجنها آآ شوية كده صغرين بقدينا كمان بصوية مسكة نفسها ازاي وده افضل حاجة لكفتة الرز ان هي تبقى مسكة نفسها عشان كمية الرز فيها كويسة وكمان اللحمة يعني متعدلين الكنين متعدلين مع بعض ما نزودش الرز اكتر من اللحمة ولا نقلل اللحمة خالص كبه تمام نفوت بقى ان احنا دلوقتي بصو عاملة زي العجينة بصو يعني سهل جدا هتلا يمسك بتشكلها بسهولة وبعدين كفتة الرز لما نجي نصبعها ما نصبعهاش كبيرة علشان خاطر الرز بينفش فلو صبعناها كبيرة حطناها هتلاقيها كبرة قوي في الزيت فنخلي بالنا نعملها صابع صغيرة خالص ناخد الزيت كده في ادينا كويسك الزيت بقى يبقى سخن جدا بقتي نحمر الكفتة بالوقتي بقى هنعمل مع بعض الصلصة بتاعاتنا بطينا الحلة بناخد شوية من زيت الزيتون ومكعب من الزب نضيف الزيتون نضيف الزيتون ورق اللورة وحبهان ومكعب المرأة ونضيف الصلصة انا مش عايزة اشوح البصل عايزة البصل يستوي مع الكفتة بتاعاتي بعدين بغارات معلقة كمون كبيرة معلقة كزبارة نشفة فلفل اسود والمالح نقلبهم كويس علي عليهم النار كده قوي نجيب شوية من المية كباية كبيرة من المية نقلبهم كده مع بعض دلوقتي هنضيف الكفتة بتاعتنا وحنسيبها لغاية ما تستوي قويس والسلصة بتاعتنا تتسبك تعالوا بقى نعرف ما ادير الكسكوسي السهل وسريع اللي هنعمله مع بعض ده علبة كوسكوسي كيلو من السوبر ماركت هي كمية دي وكمان عندي تقريبا 250 جرام من الزبدة او من السمنة وعندي ملح عشان انا هعمله واحد هنجيب الزبدة طيح الزبدة كده هنقلبه في الزبدة نخلي الزبدة كلها تبقى موجودة على الكسكوسي ونفرقه كده بالمعلقة عشان ما يكالكعش معانا هدفلو الملح هدفلو تقليبة كويسا عشان يتملح كله ممكن على فكرة نضفلو نكهات كتير يعني ممكن نعمله بدل من نعمله بالمية ممكن نعمله بمرقة الفراخ او اللحم ممكن نحط فيه بشرة واحنا بنعمله بالمية ممكن نحط فيه بشرة جزر فيه حاجات كتير جدا ممكن نعملها مع الكسكوسي كده نجيب المية بقى تبقى من المية هسيبه كده على نار هادية حانيا نهاية موسيقى 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 شكرا